طيب هنروح لخبر كمان جميل جدا دوري أبطال أوروبا لكرة اليد هينطلق غدا بطولة أوروبا لكرة اليد بمشاركة رباعي مصري في أكبر الفرق الأوروبية الله خبر بجد حلو خبر هيعرفنا ليه منتخب مصر بكرة اليد رابع لأولمبياد وليه سابع العالم وليه الناس كلها بتخشاه طيب مين هما؟ علي زين برشلونة الأسبان يحيى خالد في زريم المجري محمد ممدوح هاشم دينامو بخارست الروماني أحمد خيري دينامو بخارست الروماني أربع لعبين مصريين بيشاركوا في دوري أبطال أوروبا الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا عندنا لعبة بتلعب في أوروبا تانين طبعا بكرة بس المتشاط بكرة أنا بتكلم على إيه؟ أنا ليه بتكلم على كده؟ إن كرة اليد بتعتمد على الكيف وليس الكم الكيف وليس الكم نوعية اللاعب، جودة اللاعب، جودة المنافسة المحلية تحس يا أخي إن هما بيورسوها البعض من أيام الدكتور حسن مصطفى لما أرصى قواعد هذا النظام في كرة اليد لما نلاقي النهاردة لعبتنا بتاخذوا أوروبا خلي بالكم كرة اليد هي لعبة أوروبية أصلا غير كرة القدم، غير كرة السلة، غير الطايرة يعني معقل كرة القدم هي أوروبا فلما نلاقي عندنا لعبة بالحجم ده بتلعب في الفرق بالحجم دي لا إحنا ماشيين صح وأعمارهم مش كبيرة أعمارهم مش كبيرة أعمارهم في سن العطاء لسه مع مجموعة طالعة جيدة بس المجموعة اللي طالعة جيدة أنا بقول لكم تركيزها الكبير في النادي الأحلي طبعاً ما احترامنا لكل الأندية وعلى رأسنا من فوق ولعبتهم نجوم منتخب مصر على رأسنا وكل التقدير ليهم ولكن أنا بتكلم على نجوم الصاعدين السن الزغير هتلاقي أغلبهم في النادي الأحلي فعلاً يستحقوا التكريم كل أسر الكرة اليد وبنشكرهم على هذا الإنجاز الكبير